بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو فيديو جديد وهنتكلم نكمل الهيلف ايكوناميكس هنتكلم النهاردة عن الافيشنسي والاكوتي المفهومين دول مهمين جدا في علم الاقتصاد فبيقولك انه انستنج ايكوناميك اوبجيكتفز عند وضع الاهداف بتاعت علم الاقتصاد دايما الهيلف كير سيستمز بتطارد برسو بوث افيشنسي اند ايكوتي بتبحث عن الموضوعين دول او العنصرين دول الفعالية الافيشنسي هي جنرال تلم هي مصطلح عام بيستخدم to describe the relationship between the input والoutput دي اهم حاجة هيجيلك كده في scientific terms بيقولك ايه هو الجنرال تلم which describe the relationship بين ال input المدخلات والمخرجات انت دخلت حطيتي فلوس طلعت لك ايه فلوس المفروض اشتريتي بضاعة طلعت لك دخل ارباح تمام فهي ديت لازم يكون الموضوع ده يمشي بفعالية بافيشنسي يبقى which in turn can be valued respectively in terms of costs and benefits تكاليفه ارباح افشنسي is concerned with maximizing انا عشان اقول ان انا ماشية وشركتي او الورجنيزيشن بتاعتي ماشية بافيشنسي in economy لازم يكون عندي maximizing the benefits يعني بعلي الارباح على قد مقدر with the resources available بالمصادر المتاحة عندي او دي اول نقطة اما اماكسمايز الارباح او امانيمايز الكوست اقلل التكاليف على قد مقدر يبقى maximizing benefit او منيمايزين الكوست تمام تمام طب in healthcare benefits may be interrupted as health gains في الهالف كير الارباح بتكون هي هي الهالف جانز يعبر عنها يعني بالهالف جانز اللي هي العائدات الصحية although بالرغم ان health services produce a range of benefits including less tangible things بالرغم ان في الصحة بتكون الحاجات less tangible يعني غير ملموسة غير ملموسة يعني الشخص ممكن ما بيكونش الارباح بمساكها في ايدي لا بتكون مثلا ان الشخص يشفى ان يتم علاجه وان العملية تنجح دي اسمها غير ملموسة تمام طيب examples of efficiency امثلة عليها ديت بتيجي في الاختبارات كتير جدا الارباح دول ممكن يقولك give me examples of efficiency give me four examples اول حاجس ما technical efficiency economic efficiency allocative efficiency pareto efficiency حفظوهم كويس جدا ممكن ديجيلك تعداد وممكن ديقولك تكلمي على كل نقطة فانتي حفظيها وخلينا نحفظها مع بعض وسهلة عليكم بإذن الله التكنيكال افشنسي بيقولك ان الاوتبوت الخارج او العائد اللي بيجيلك produce with the least input من اقل كمية من المدخلات بدون منيمايزنج الويستج يعني انا بقلل الهدر تمام ده لو معنى تاني التكنيكال افشنسي ممكن نجيلك صح وخطر هو هو ال اوبراشنال افشنسي مهمة قوي 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 تكنيكال افشنسي هي هي ال اوبراشنال افشنسي يعني ايه يعني انا دلوقتي مثلا بصنع بسكويت انا بدخل input d مثلا ال d انا ما عملش هدر منه الكمية اللي انا بدخلها ما عملش ويستج ما بيضعش مني بيتكب مني حبه لا كل الكمية اقل كمية دقيق تطلع لي كمية كبيرة تطلع لي بسكويت حلو و ايه وقدر استفيد من اربع دية العملية او 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 براشنال عشان انا بعمل عملية تحويل الدقيق الى بسكويت اللي ها اسمه تاني تكنيكال طب تعالو ناخد اللي بعدها اعملوا كل واحدة بلون زي ما انا بعمل كده تثبت معيك economic efficiency ده ان الاوتبوت العائد اللي يطلعلي باقل تكلفة انا بشتري دي ارخص مما يمكن بشتري الدجاج بالجملة عشان اعمل المطعم بشتري البضاعة مثلا الجلد الطبيعي عشان اسصنع عشانت بشتريه بالجملة من دول افريقية بياخدوه مثعابين وياخدوه من الحيوانات فباخدوه بقى اقل تكلفة least cost انتبه هنا least input اقل تكلفة تديني ايه output تديني عائد واربع طب ده اسمه ايه له اسم اخر اسمه productive efficiency يبقى البرودكتب هو هو الايكانيميك بيجي في الاختبارات المصطلح المتشابه يعني يقولك الايكانيميك افاشنسي هو هو او يساوي او نفسه التكنيكال افاشنسي افاشنسي ولا البرودكتب افاشنسي البرودكتب الانتاجي الانتاجي عندي هنا باقل تكلفة افاشنسي 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 كبدة والناس اصلا في البلد ديت اصلا مثلا هندوس ولا بيعبدوا البقرة ومبياكلوش الكبدة وبيحرموها اصلا فانا pattern of pattern matches demand pattern of demand حسب الطلب انا عارف ان المكان ده في season موسم مثلا دخول المدارس فانا بصنع اقلام وكتب ودفاتر عشان خطر ايه عارف ان هو ده عليها طلب عالي فكمية الاوتبوت المنتجاء البضاعة اللي انا طلعت ووافق matches pattern of demand اخر حاجة مبدأ باريتو ده مبدأ مهم جدا عالم اقتصادي اسمه باريتو قالك معلومة حلوة جدا قالك ان 80% من العائد بتاعك بيجي بسبب 20% من المجهود ده في كل حاجة في الحياة بجد يعني 20% من مجهودك في المذاكرة ممكن يؤدي الى 80% من نجاحك 20% من 80% ده رايح السهم رايح جاي 80% من ارباح اي شركة بيجي من 20% من الزباين هم نفس الزباين وهكذا 20% مثلا من وقت من مثلا من نجاح العزومة بتاعتك بسبب 20% من التخطيط وهكذا فقسوها على اي حاجة تمام ده مبدأ باريتو وهو 80-20 اسمه هنا في المصطلح هنا كاتبلك بيقولك ما فيش حاجة بتحصلي عليها من غير ما يكون حد ضحة او حاجة كانت يعني تم استهلكها بس هو باريتو دايما بيتكلم على مبدأ كده اسمه 80-20 مشور جدا انا هو عالم اقتصادي اصلا مش اسمه تقريبا الفريدو بريتو حاجة كده اوكي without someone else be made worse off مش هتحصلي على اي حاجة الا مش هتحصلي على 80% من غير ما تبزلي ال 20% اللي انت ايه هيحققولك ارباح او هيحققولك نجاح في حيث تعالوا نشوف في الهيالث كير بيقولك الفعالية بقى في المنظمات الصحية طول مدة البقاء can be reduced دي فعالية بدل ما اقعد في المستشفى مدة طويلة اقدر اقللها وكمل عليك في البيت الستاف productivity انتاجية الستاف اللي هم الموردين والدكاترة العاملين اسمهم استاف اقدر ازودها عن طريق ايه ازاي اتزود انتاجيتهم عن طريق ان انا احفزهم اعلي مرتباتهم اديهم دورات تدريبية فيبقوا شطرين في مجالهم يدوا انتاجية اعلى اصفرهم بره برده ياخدوا تدريب وهكده الادوات والمعدات استخدمها على اكمل وقت مش مثلا شغلها الصبح وبالليل طول اليوم هي كده جانا مشتريها المفروض اشغلها لا سيبها مقفول عليها شغلها صبح وليل وكل وقت عشان ايه طلع لي ارباح زي مثلا واحد مثلا عنده جيم كده كده انا مشتري المعدات وسيبها في المكان فانا ليه مثلا ما اعملش عروض وبدل ما الشهر يكون مثلا ب1000 ريالة خليه ب200 ريال كده كده المعدات موجودة والجيم فاضي فانا اعملها فول يوتيلايد استخدمها بس انا بتكلم الجيم ده يعني الجيم ده كلام عام لكن احنا بتكلم على هاتكر يشبه اي كلام عام اي مؤسسة اي شركة اي مشروع تجاري فانا عايزك بس تربطه وتفهمه اصدق بالفول يوتيلايد كده كده المعدات الايكويمين موجودة فانا لازم استخدمها احسن وامثل استخدام اوبر بريسكرايبنج بريسكرايبنج يعني وصف وصف الدواء و اوفر زيادة عن اللزوم انا اقدر اتجنبه اوكي ما وصفش عن ملعبت طالي يعني دي اسمها فعالية يبقى انا كده شغالة بفعالية ترتيب الدواء مثلا لو في صيدالي تخزينه بشكل كويس هيكون هنديره بشكل صحيح لو انا خزنته كويس لن يفسد هيمنع الويستج هيمنع الهدر والبليفرينج اللي هي السرقة او الاختلاص لو انا مش مرتبها وعرفة مكانه ممكن ومش حطة كاميرات في بعض الصيدليات كده عندنا مثلا في مصر او كده مش مرأبين فممكن احد من الموظفين يعني هو نادرا ما يكون في اختلاص صراحة الناس كلها امينة وكده بس يعني لازم واحد يكون عنده حرص فانا لازم ارتب الدواء احطه على سيستم على الكمبيوتر اعمل ستوريج صحيح تخزين بشكل صحيح في المخفلة في درجات حرارة مناسبة عشان اتجنب الهدر وتجنب الاختلاص الاختلاص لان طول ما هو اجي على الكمبيوتر فانا كمديرة مثلا الصيدلية اجي في اخر اليوم اشوف او اخر الشهر حتى اشوف ايه انا بعتقد ايه في دواء ناقص لا يبقى فيه حد من العمال ممكن يكون مد ايده على حاجة او 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 عشان امشي بفعالية لازم ممكن الممرضة تستبدل الدكتور لو الدكتور غاب الممرضة انا مدربها كويس بحس تحل محل الدكتور انا شغالة كده بفعالة lost cost equipment المعدات الرخيصة اللي هي قليلة تكلفة اقدر كان بيريبلايست تستبدل بستاف بعض الاماكن دلوقتي الصيدليات بيجيبه زمان كنا بنمسك الدواء في الصيدلية احنا نقعد نرتبه ونلزق عليه الاسم والتيكت والتاريخ الصلاحية والسعر والكلام ده دلوقتي انا كده بستهلك انا ممكن استغل الدكتورة بعلمها في حقيقة توصف لمرضة تنصحهم تعمل patient counseling احسن ما انا قاعد اخليها تعمل المهمة ديت انا اجيب معد دلوقتي بيجيبهم معدات بسيطة هي اللي بتلزق اوتوماتيك تيك 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 ماشي فتلزق الستيكرز الحاجات دي على علب الدواء ايه المهم دراج ايه دي باكده انا شغالة بفعالي تمام دراج سيرجري احيانا بعد العمليات قدي للمريض دي سيرجري عملية سوري عملية اليوم الواحد بدل ما اععده في المستشفى impatient خلي انا ومه يومين تلاتة لا لحن الان عمليات كتير ومن ضمنها عمليات المفاصل عمليات تجميل حتى عمليات في الايد عمليات الاعصاب يوم واحد وتطلعي اوفر انا بوفر كده للمستشفى وبوفر للحكومة وبوفر للمريض فانا شغالة بفعالية بإفشنس بدل ما اعمل impatient stays استيزي عن البقاء والتنويم في المستشفى ندخل بقى في موضوع جميل تاني وسهل جدا وشيق الايكوتي الايكوتي ليها كذا مفهوم الايكوتي تيجي بمعنى توزيعات الارحباح او توزيعات الاسهم زي مثلا انا مثلا شركة المراعي تيجي تعمل اكتتاب او تعمل تقول انا عايزة مثلا مليون هنزل مليون سهم كل سهم بعشرة ريال فيه يجي واحد يقول انا نفسي اجرب فامش انا خايف بس من البورصة وكده والسوق الراق المالية هاخد لي ايه خمس اسهم خمسين ريال بس اجرب حسهم فلما يجي واحد تاني يقول لها انا اخد الف الف سهم بعشرة بعشرة تلاف ريال واحد دفع خمسين ريال واحد دفع عشر تلاف لما شركة المراعي تكسب في اخر السنة بتدي لدوت مبلغ وده المبلغ اكيد ده هياخد مبلغ اكبر على حق حصته من الشرك اسمها الشير بتاعته فالايكوتي تيجي من معنى توزيعات الارحباح وتيجي من معنى العدل او الانصاف في الاقتصاد الايكوتي بس مش معنى المساواة اكوتي غير اكواليتي اكواليتي مساواة لا احنا مش بنقول ده قد ده احنا اكوتي هنا معنى العدل الفيرنس هتا هنلاقي الكلمة دي اهو هتيجي تلاقي الكلمة دي مصطلح ده جاي كل شوية طيب خلينا نقرأ كده على السريع الحاجات المهمة بيقول ايه هنا في الاكوتي هي اناذر امبورتن كونسرن هو مفهوم مهم في علم الاقتصاد هي عبارة عن الديستريبيوشن توزيع الارباح بمقابل زي هي زي الفعلية بس هنا بقول ايجي لك السؤال كده دي اهم كلمة قلنا بنيفت يعني ارباح او هو مش الرب ديستريبيوشن توزيع فارس افتكروا موضوع السهم بتاع المراعي ده السهم شخص وشخص هي العدل والجاستس جاستس يعني عدل برا السبجيكتبز لكنها نسبية زي ما قلنا انا عاملة عدل انا يهو هان انا لما ابو خمسين ريال وابو عشر تلاف لما ادي دوت الارباح بتاعته مثلا الف ريال ودوت اديله مثلا مثلا عشرين الف ريال مثلا مثلا هل انا كده غير عادل لا انا عملت ايكوتي بس وزعت الارباح حسب حصة كل واحد مش لازم يكون متسويين عشان يكون عادل عشان كده بيقول سبجيكتب نسبي ده بالنسبة للشخص ده هو دخل بالنسبة دي فهو ياخد النسبة دي من الارباح ده دخل بالنسبة دي من الاسهم ياخد النسبة دي من الاسهم فانا كده عملت عادل فعلا عملت جاستس عملت fairness كمتين دول مهمين فين القلم اه as well mean different things to different people فيه اشياء بتاعني اشياء مختلفة لاشخاص مختلفة ده كلمة subjective يعني انا مثلا كلمة فيه احيان ممكن كلمة لفظ يعني خارج بالنسبة لي انا شايفا خارج جدا بالنسبة لناس في بيئة تانية لا عادي ممكن يكونوا بيقولوا اصلا بالنسبة لهم لا مش تيما يعني فدي subjective نسبي different things to different people يعني للاشخاص حسب كل شخص وعاداته ماشي and different community على حسب المجتمع second different to equality equity is about fairness but this is may or may not mean equal sharing اهو لا يعني equal sharing لا يعني التوزيع equal متساوي زي ما قلنا الاسهم دلوقتي it may for example be deemed for the هنا مفيش اي حاجة مهمة equity and efficiency بيه لا خاص بقى بيقولك equity and efficiency هي often conflicting احيان بالنسبة تتلخبط فيهم it may be efficient to fund health من الفعلية يعني تمديها بالمال health service المؤسسة الصحية concentrated in small number of large centers but more equitable in terms of access to services to fund a large number of dispersed small services يعني على حسب المكان ده بيقدم خدمات كبيرة small service ولا big service large service عشان انا اقدر ان انا امده بالinput او الفند الفند اللي هو الفلوس من الاول اللي هي زي راس المال عشان اموله يعني فهي الحتة دي مش مهمة اتمنى انتوا تحفظوا التعريف دي كويس وزي ما قلنا ان هي equity لا تعني ممكن يجيلك equity is the same هل هي نفسها equality المساوية تقوى حط ايه true ولا false اتمنى انتوا تجاوبوني تحت في الكمنت او على الخاص عندي عشان اشوف استوعبت ولا لا انا واثقة فيكو في شطارتكو كلكو شطرين ما شاء الله طب ندخل بقى في موضوع جديد في عندي موضوع جديد اسمه the discipline of economics عندنا نوعين من economy micro economy و macro economy الاقتصاد الجزئي واقتصاد كلي micro زي micro organisms كائنات الدقيقة كلمة micro زي ميكروسكوب الحاجات الدقيقة الصغيرة macro كبير micro economy ده الاقتصاد الاقتصاد شركتك اقتصاد مؤسستك اقتصاد مستشفى اقتصاد لكن macro اقتصاد الدولة اقتصاد العالمي ده كلمة كلمة macro نوع تاني من الاقتصاد positive و normative positive و normative normative اللي هو الاقتصاد المعياري العادي positive اللي هو الايجابي هنشوف الفرق بينهم في الامثلة هنلاقي الموضوع سهل جدا هنفضل لنا اربع سلايز فور سلايز ونخلص فيلا شدوا حلك وتحمسوا معاين موضوع ممتع جدا جدا ان شاء الله اربطوه دائما بالامثلة وهيكون رائع المايكرو ايكوناميكز اهو بيقولك يشمل القرارات التي تأخذ بالافراد الافراد والكونسيومر المستهلكين الهاوسهول ملك الشركات والفيرم يا جماعة فيرم هي هي company شركة ارجانيزيشن منظمة بتكون اكبر شوي مشركة اه with the way these decisions contribute يعني هذه القرارات contribute ستساهم في اتخاذ في وضع الاسعار انا لما اخذ قرار اقول اه فعلا يعني مثلا اخذت قرار مثلا انا شايفها مثلا في طلب عالي على مثلا دواء معين فانا مثلا لقاح كورونا في طلب عالي على دلوقتي فالشركة الام اللي مصنعها في شركة فايزر الامريكية فهي هتعلي اسعاره طبيعي فانا دا متخز القرار بعمل decision making ليه باخد قرار في اي حاجة في حياتي على فكرة يا جماعة احنا حياتنا كلها عبارة عن قرارات حتى لما تزحي الصبح وتقرري هتاكل ايه الفطار انا بعمل decision making اليوم هفطر بيض مع جبنا لا النهاردة مليش مزاك هاخد كيك مع كافي بس حياتنا كلها قرارات الشركات بقى فما بالك كل حياتهم والمديرين والملاك حياتهم كلها decision making انا هل اتوسع هالفلوس العائد اللي دخل السنة دي ابني بيه مكان جديد ولا احطه في البنك يجيب لي ارباح ولا ادخله في البورصة وهكذا فانا decision making ليه عشان اعمل sitting price عشان اضع اسعاري تمام and outputs العوائد الربحية سواء ايا كان نوع الماركت اللي عندي ده اسمه micro micro يعني small يبقى المايكرو بيتكلم على individual والconsumers والhousehold والfirms على نطق ضيق ماشي المتخذي بقرار الصغيرين ده لكن تعالوا بقى ندخل في الكبير الماكرو هو interaction of board economic board اللي هو خارجي اللي هو حدود الدولة such as general price inflation inflation على تضخم اسعار unemployment البطالة of resources economy ده ده علم العلم كبير لانه علم يشمل ال government الحكومات والناس الكبيرة يبقى هو interaction between different sectors مختلف القطاعات في economy هو ده macro implies يعني انا بتكلم على مختلف قطاعات علاقة الاقتصاد بالسياسة في الدولة لو عندي علاقته بالصحة لما فترة كورونا الاقتصاد العالمي كله نزل وهكذا انا بتكلم هنا على macro economy عايزة دايما دايما زهنوكو حاضر وتفكروا بمنطقية كده وتفكروا تربطوا الاحداث مع الوضع العالمي الحالي طيب خلينا نشوف بقى positive مع normative economy positive هو عبارة عن statement that describe how things are how things are دايما positive يشمق زي مثلا اقولك ايه لو قلتلك مثلا انا في الدول الاوروبية طبعا الكحول المحرم عندنا احنا كعرب لكن هم لو رخصوا اسعار مثلا smoking cigarettes التدخين فده يؤدي الى ايه زيادة المراهقين هيشربوه teen ages يزيد استهلاك ده اسمه positive economy عملت حاجة تؤدي الى حاجة قال ليه اسعار الكحول التين اجرز برضو هيشربوه طبعا محرم محرم بالإيه بالإجماع طبعا البوزيتف economy زي مثلا الدرجات الحرارة ارتفعت درجات الحرارة ارتفعت في الصيف زيادة عن كل سنة فيزيد الطلب على ايه مستحضرات sun blocks وواق الشمس والكريمات البشرة وما فأنا أبدأ أصنع منها ده اسمه positive economy حاجة مقابل حاجة النورماتف بقى النورماتف أو المقياسي أو المعياري بيقولك هي statement خلينا أكمل لكم هنا مثال على positive the presence of patent patent اللي هي عارفين بس patent زي ايه زي حقوق حقوق الحفظ الحقوق الدواء معين زي شركة فايزر هي اللي عام حقوق الدواء حقوق الملكية اللي دواء كل أنواع الأدوية بيكون في شركة هي اللي بدأت فهي لها حقوق الملكية this is will lead to greater expenditure on research هصرف مصاريف أكتر على research and development على الأبحاث والتطوير عشان أقدر أحصل على حقوق الملكية دي يعني مش هستخصر يبقى حاجة مقابل حاجة افتكروها أنتو بتخفيض أسعار secrets يؤدي إلى أن المراهقين أو teen agents يستهلكوها بكثرة ده اسمه positive normative ماشي عشان هو حطت مثال بعيد شوية عن الواقع كتابكم يعني النormative بيتكلم عن how things should be كيف يجب أن تكون الأشياء مهمة جدا يبقى يجيلك ممكن في الاختبار positive how things are كيف هي الأشياء هنا how things should be معياري لأنه standard المعيار اللي بقيس علي الأشياء يجب أن تكون الأساس اللي عندي such statements informed by positive economics but can never be shown to be true or false since they depend on value judgment دايما دايما كلمة judgment تيجي مع النormative أنا ما بقدرش أحكم على الشيء هي يعني هي مرتبطة بالjudgment الحكم على الشيء هي بيقولك أنا مثال بيتنت برضو حقوق الملكية should be implemented إن هي تطبق في الفارمستيوتيكال اندستري في الفارمستيوتيكال اندستري اللي هو مصانع الأدوية فهنا لازم بقول بس الكلمة should be الكلمة should be هنا يعني هنا النormative is the standard حاجة عامة يا بنات كلام عام يعني مثلا لو قلتلك smoking is dangerous التدخين خطر أنا حكمت عليه بس ده المعيار ده أساس شيء عام لكن أنا ما قلتش يبقى أنا كده أنا لما قلت التدخين طار ده اسمه normative لكن لما قلت التدخين لما أعلى الأسعار ويزيد استهلاك يبقى أنا هنا في positive واضح يبقى دي جملة عامة النormative آخر آخر سلايد والموضوع ما شاء الله ماشي معنا ممتع جدا وآخر كلام يعني سهل جدا ما فيهوش حاجة هنا مهمة أبدا بس خلينا أقرأها لكم هل ممكن بعد كل اللي إني سماعتيه وقرأتيه فالاقتصاد يطبق في القطاع الصحي أكيد أي شخص اشتغل في قطاع صحي سيكون واعي سيكون واعي سكيرسي 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 هواعي أن المصادر نادرة حتى الدكاترة الجيدين والبروفيشنال نادرين عددهم قليل الأدوية دلوقتي بقت نادرة الموارد كلها إحنا بقنا في زمن فعلا كل شيء في سكيرسي حتى على مستوى الصحة أكتر وأكتر ممرضة الشطرة المحترفة نادرة ما تلاقيها واحدة شطرة يتركب كان يلا صح تقدر أن هي تتعطي الحقم بشطارة واحترافية أن هي تعرف سفهم الدكتور من نظرة عينية وكما فدي فيه سكيرسي في رسورسي الموارد نادرة هناك سباب كثير الموارد لأن الموارد يتكير لإكسيد سبلي ليه أن هو يتعدى السبلي بسبب لأن الناس بدأت تكبر في السن لأن الالدرلي الناس كبار السن بدأ عددهم أكتر من الأطفال المولودين الجداد والناس الشباب بدأ نعمل معدات صحية بصنع حاجات سبحان الله دلوقتي حتى في مدينة الملك فهد الطبية مثلا أجهزة العلاج القلبة مش موجودة على مستوى الشرق الأوسط خالص ولا حتى في خارج المملكة خارج الدول الأوروبية والمتقدمة فيه معدات صحية دلوقتي وبقى فيه تكنولوجيا دلوقتي مريض بيعمل عملية هنا مثلا في مدينة معينة في الدول العربية دكتور في ألمانيا بيعمل العملية وهو والجهاز قدامك شغال وهو أصلا موجود في السعودية بقى وصل التكنولوجيا لهذه الحالة انه يقول له شي للعرق ده طب امسك الوريد ده طب لا انتبه كده هو الدكتور ما جاش من بلده بس بالأجاب بالأونلاين بيشتغل عملية تخيلوا قد احنا وصلنا لهالف تكنولوجيا مطور جدا which mean more conditions they have come treatable increase expectation التوقعات من الأشخاص زاد التوقعات الأشخاص المرضى متوقع من الدكتور أكتر ما عنده متوقع ان هو ان شاء الله هيخش فمتوقع طالب من الدكتور حاجات زيادة يعني دكتور لا انت تعملي عملية دي مثلا حيننا نعرف ناس كتير بيتكلموا في الموضوع ده في المستشفى كانوا بيقولوا لي يعني المريضة تدخل لذا كترة صاحبته يقول مريضة تدخل عندها حاجة في الرحم في المثانة بتعمل حاجة مثلا عملية في المثانة عشان عندها مريضة الله يشفيها وتقوم بالمرة لا يا دكتور عمليلي عملية تجميل بالمرة تحسنيلي مثلا شكل الداخلي عندها وكده فيعني وصل بتاع المريض لا انت دكتور انت انت اتنين في واحد تمام وهكذا فالمريض عنده expectations عالي فعلا دي حقيقة يا بنات ان شاء الله بإذن الله اكون سهلت عليك وان شاء الله يكون موضوع واضح لا تنسوا السؤال لنا سألته في المحاضرة لا تنسوا ان انتوا تجاوبوا لي عليه لا تنسوني من دعوتكو في ظهر الغيب لو فهمتو كويس وان شاء الله بإذن الله متوفقين دائما وابدا في امان الله